اشتركوا في القناة التلفزيونية اللي راح نقدمها اليوم ضيف الضيف الشاعر المهم والمبدع الحبيب اللي كلش احبه قريب من روحي العزيز محمد رشيد حياك الله حمود شكرا لك وشكرا لقناة الفرات لجمعتنا كونان وياك ضيوف اثنيناتنا ضيوف اثنيناتنا ضيوف انا سعيد بهاي الحلقة وان شاء الله نكون خفيف في ظل على المشاهدي اكيد تكون خفيف ظلين انت محمد ثقيل بداع محمد رشيد بصراحة الحديث وياك يطول شلون حلقة اليوم تكون مختلفة بعيدة عن الرتابة لا هي باوع شوف الرسميات ما يحبها المتلقي شون لان الناس قاعدة بوسطة تريد تفهم اللغة اللي السؤال بها لغة بسيطة جدا لازم ما تكون عالية اكو ناس ما تفهم محمد بالحوار العالي انت سيد العارفين اليوم انت منورنا بهذا زي العربي مدراني منوركم يا حبيب يا حبيب الحقيقة يعني نخاطب الناس على مستوى عقدهم نعم كل منع على مستوى عقده ومو كل الناس تحب النصب والرفع ونحن نعم 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 نحن شعراء شعبيين نعم وسمي الشعر الشعب نعم نعم انا شعر الشعب فأحنا قريبين عنهم حتى أقرب من اللغة الأوم وأقرب من اللغة الفصيحة هي اللغة الشعبية هي القريبة على العلة لأن هسه حتى محتراماتنا كل الأدبال والشعراء الفصيح هم يتكلمون باللغة الشعبية داخل بيوتهم اللغة الدار الجناحة لذلك إحنا حتى أقرب من هؤلاء الشعراء العوائلهم من قريبين منهم حسونا ثقيلين عليهم لماذا؟ للمرات يقولون شعراء الشعبيين شعبه والحياة لكن لا بالعكس هي هاي لغتنا نتحدث بيها ومرات نترجم ما في داخل الناس نزين إن قدر نحن نترجمه هم ما قدروا يترجمون محمد رشيد يفتخ الروح شعر شعبي؟ أكيد أكيد أنا مميز بين قومي نعم ومميز بين أصدقائي ومميز بكل مكان يعني الشعر الشعب صاحب فضل عليه أضاف للكثير يعني أضاف لإسمي وليش أنت مثلا ما أضاف لك استاذ علي؟ لا بالعكس شون هو الشعر الشعبي شوفي إيجابياته كثيرة ما خد أنا متواجدين اليوم نظلوق في اليوم لا صاحب فضل علينا الشون يعني اليوم أنت تروح دائرة معينة مراجعة على فد قضية معينة الله يشهد أو تكون بين قومك بين ناسك بين ناس اللي تحبك مكرر أنت شوفي يقدمون لغتي أو اسم الشاعر على اسمك هو هذا الفخر والنجاح شكرا لله شكرا لله يعني إحنا على أنه ما شاء الله نعرفنا وإحنا صبية الحمد ولله يعني إيجا قدر نمر صحنا كبرنا يعني صحنا رح نوصل إلى أربعين على عدد زمنا هل طعا نوصل إلى أربعين صبية نعرفنا الحمد ولله يعني عمرنا قد عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة انتبع سنة كتابته محمد يعني أنا كتابت بالألفين وخمسة إحنا بالسومريا نعرفنا بالألفين وسبعة نعم أنا كنا كنا متسابقين نعم المسابقة اللي صنعت أسماء كبيرة نعم يعني جينا الوحيد يمكن الأجيال اللي سبقتنا كلها واللي يجت ورانا هي تبدي بالمئات وتنتهي بالأحاط اللي جينا انتهى بالمئات أنا فدي يوم المرحوم رحمة الله عليك هؤلاء سموع القاضة رحمة الله عليك قال أنتم عليكم المسؤولية كل الشبيرة تعرفوا بذيك لذاك الوقت طلعت مفردات دخيلة على الناس وعلى القصيدة قال أنتم قضيتكم أن تمسحون الأشياء الشاذة من أذن المستمع الأشياء السلبية صح لكن على استاذ عالينا هم نجينا بوقت بموجودة الميديا نعم وموجودة الشاشات التلفاز مفتوح الفضاء فضاء كان واسع حتى الجرائد أخذنا بها المجلات أخذنا بها مساحة كبيرة يعني جوز هاي الناس اللي سبقتنا والأجيال اللي سبقتنا ما كان عندهم هذا كم من الفضائيات وما صلت الضوء عليهم يعني أنا قلت لك احنا بمسابقة وحده قدرنا نسرق الأضواء زين هي كثرة الفضائيات تشوفها سلبية إيجابية من وجهة نظرك كشاعر يعني أنا ما أدخل بهذا الموضوعنا ليس شغلي لإعلام لكن أنا كشاعر زين كثرة الفضائيات شيء إيجابي إلي جدا مش لون إيجابي ليش أنا ما موجود اليوم لما الفضائيات يعني شتخدمنا يخدمنا الميديا بس الميديا ما صدرت شيء إيجابي للمجتمع أستاذ علي ليش لا لا ما صدرت شيء إيجابي شنو صدرت الميديا للمجتمع يعني أكو أكو ناس بعيدين عن عن الشاشة الصغيرة شوف أستاذ علي احنا اليوم ما رأي نفتحها نعم نعم لأنها ستكون مزعبة بس أكو أشياء وصلتنا حلوة من خلال الموبايل هي الميديا ليه؟ ما صدرت شيء أنا جاي أحكي على الوسط اللي إحنا بيه بس شعر الشاعر نعم ما نتزم محمد رشيد إحنا لازم ننطي يعني الشاعر الحقيقي الذي يكون هو كاريزمة خاصة نعم حوار خاص خوش شيء مختلف بين أقرانه نعم أنا ما تعجبني يعني نجومية الميديا ما تعجبني من ليه إيش محمد ما استسيقه يعني هو هذا السؤالك أو إجابتك تقودني إلى سؤال مكتوب يقول محمد رشيد كثير الخلافات وكثير التصريحات يعني تصريحات السلبية هتلر نعم هتلر يقول لم يقل لك أعداء أعلى منك فاشل وحشانا من الفشل خوش أنا ما عندي أعداء شخصي مع أحد زين أنا دائما بنحك أحكي مهنيا يعني المهنيا أكون مؤدبة بطرحي زين وانت شاهد أستاذ علي نعم أكون الضيف عندك برنامج أو كثير من برنامج طرحي يكون مؤدب جدا ومهني ما أتجاوز المهنية حد للشعر هنا أكو شيء سذبي إحنا مما موجود عندنا اليوم الشعر الشعبي الخارطة أو الموطن الوحيد بالخارطة الثقافية يفتقر للنقاد ما عندنا نقاد اليوم فإحنا جاي ننتقد الحالات السلبية بالشعر الشعبي رغم هذا موجغلنا يعني بس هو لإنشان جاي ننتقده لأن جاي يأثر على هواي أجيال التحقت بينا فإحنا دولة يا أما نكون عوني لهم أنا أكثر من مرة حتشيتها أنه بكل أوساط الفنية يوجد احتلال من الرواد على حساب الشباب إلا الشعر الشعبي هذا السؤال مشوفه هو أي سيلون محمد رشيد بهذا السؤال كثير الخلافات والتصريحات وهم يا محمد يستنتجون من اللقاءات اللي جاي تطلحها بكل البرامج حتى المشاهيد نعم أنه تلقي أكو برنامج يكون لازم تكون بي أجوب تك دبلوماسية خوش بس لازم هنا تكون لا حدي هنا لازم تكتش الحقيقة زين احنا عانينا وانت عانيت وانت حقيقة مرات مرات انت تجرح بالمقابل زين أنا رحسي لك سؤال جواب نعم وانت من الوسط يعني شاعر المتشر شاعر من إسمال المهمة بالجيل اللي ترك بصمة اللون المختلف الله يحفظك اللي قلتها آني انت كمقدم برامج وكشاعر من الوسط زين شفت أنا اليوم مخالف أنا اليوم مو مقدم برنامج أنا اليوم ضيف حاليا سهل مجالي حتى ضيوف نعم شفت اللي قلتها آني انت مخالف للواقع لا انطيني طرح واحد كان مخالف للواقع أكو وي من الواقع يا محمد وأكو خادش يعني المشاعر الآخر سر خادش يعني أكو ناس أكو حقائق الضوء يعني أنا قلت الشعراء ما أعرفهم أسماء ما أعرفهم نعم نعم أحمد سعيد اللي من الكوث شعر قلت لأبيات الله يشهد أنا ما أعرفه يعني أنا ما عندي ما عندي معركة أنا تعاملوا ياهم بفروسية زين تعاملوا ياهم بنبل أنه أنت السلام الله على أيدي بن أبي طالب السلام علي الله يقول يقول خير الناس من أهدان عيوبي وأقرب الناس من أهدان عيوب إحنا نشوف هذا السؤال راح يأخذنا لا لا أنا ما راح اليوم مستحيل ما أجرح أحد زين بس يعني أنا علي شكرا جميل من أكون مرآتك طبعا من أشوف موطني الخطأ مرات أنت تكون مرآتي حتى بالشيل على دبسة نعم فعلا فهذا يعني لازم نكون واحد مرآتي لآخر وهذا الوسط علي إحنا عندنا شعارات شباب إحنا اليوم جيدنا من هو ابناء جي لك محمد حتى يعرف المشاهد جي دي جيل كبير من ومن أسامة موجودة الأسماء الموجودة يعني عن المطشر علي نجيم صباح العتابي تحسين عدي علي رشهم الله يرحمه رادب فتيان علي خلاف علي خلاف لا علي خلاف من الأجهاء اللي سبقتنا يعني من الإجحاف عن الذكري لأنه رجل قروي ميثاً فالح وظهر بجين ميثاً فالح وجبار رشيد وعلى فريداء وعلى درجال هاي الأسماء المهمة تركت بصمة بالخارطة الشعرية نعم نعم التحق بالركب ويانا نعم سوى شاعر سبقنا يعني بس هون حسب على هجل هات حتى لا يا أخي الحديث طويل يا محمد واليوم المشاهد ما يريد بس سوال فهم يريد شون يتونس بسماعة القصيدة سمعنا قصيدة من اختيارات اختيارة أقرأ أحب القصاعد اللي قصيدة جديدة هاي إن القصاعد اللي نعم كتبتها موحش جاوسها كلها تغيرت والجفن كار ورمش وصارت الدنيا بلا ملح وللما يغزر به هو تعمدت شفحة فرش الله الله ما أعرف اش مال الوقت ابن الصهلي واش تمل هو عايش أيام الوحش الله ما أعرف اش مال الوقت ابن الصهلي واش تمل هو خائف عايش أيام الوحش خائف من أيام تجي من نموت ما نلقتتف كل من يحيرب الله خائف من أيام تجي الله من نموت ما نلقتتف كل من يحيرب كل من يحيرب العاجل روحه يده وعليته وحضار يتنش هم سير علي القلقتال الليل وهم ردي أتفكر وأسهر وأتعب شنو انت كهف يا قلب مظلم ليش شنو مسكون شو موحش وماتن طب صوشك طيلتك أذتك لعبة دي يا لبيض مع شرك هل وقت ما ينحب حتى النار هم تعرفوا تندل زين نعم لذلك تلقى موقت كل وقت يلهب الله بس ما يهلب وقت لي قبلون شو سير مثل غربة الدن اللبية تتغرر خربت من شفت حاجات اللي يموتون شبيه العزيزة ومو عزيزة من الصباح تنذيب أنا طيب تسير قبل ما القاعد نعم كفر خدي يعيش بدمعتها مخضر الله الله كفر خدي يعيش بدمعتها مخضر الله جميل الله من الأسماء المهمة أستاذ علي وتركها تأثر بخارطة الحقيقة يعني أنا من الأسماء اللي اللي أعشق سماحهم أنا مطشر يعني أنا بداية قصادك أيام 2007 و2008 يحافظ قصادك الله يحظك فحتى لا أخذنا أيضا الحديث نعم اسمع شيء بعدها نرجع للحرار شو سمعك شو تريد يعني أنا يعني أنت كلك شعر من يال ما تبدي شعر أنت بديت عاطفية يقول أقلوا بصور والحسرة تبرالي هس بحضن غير نائم الغالي بعدك مثل ما عبتك صعبت الله لا قالوا أني بشرق دمك العالم الله أقلوا بصور والعبرة تبرالي هس بحضن غير نائم الغالي بعدك مثل ما عفتك صعبت الله لا قالوا لبشرك دنك العالم قالوا لطايح يا عنب على القاع أسود لبسة السلام الله وعنا أقيدك بشف الماء عرب في ضوقة وخسرك صار مو مالي نصبت الفاتحة قالوا لإل من هاي قلت هاي على روح الداخل الله نصبت الفاتحة وقالوا لإل من هاي قلت هاي على روح الداخل نبالي ووعدك بالحلم تلزم لباب العين الله 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 وبعدك بالحلم تلزم لباب العين وبعدنا فتح حظان السهم كتالي وبعدنا من يلكرونك تصف دمعات لعيونك وعذرتم نادس شفونه شفونه وبشوياء انكسر خاطرهم وبحال شفونه وبشوياء انكسر خاطرهم وبحال ولأن بريحتك قم تشم بالمكتوب الظرف دمعت عينه وقام يقرال الله الله هو حالة بليات اليقرال غزل حسيتين عال الله أنكتبت عليها وحالة بليات اليقرال غزل حسيتين عال ومن جرؤك مدرش طاح من عدي قلب مدردة من تجيب وتودي أعياد أيامك وأيامك أنعاشور الأسود لا أقل ولا يقلك لو أرضهم الله الله أفراح أيامك وأيامك أنعاشور الأسود لا أقل ولا يقلك الورد يضحك تارس وجنتك من نلف على الخير وانا تارس وجنت دم على الخط ويخبر ولفك الوياك وانا تخبر علي جروح لبقتك غلطت بروحة خليتك اشيرت هيام لما انت كانت الوحدي لما انت كانت اضحك واغلبت جيران وترس بالضحك خدي هسبتك وعلي دق والباب الناس شنه هذا النهر بالبرم الله عليك يا حبيبا الله يسلمك انتشر هاي السلسلة المتراصمة من كلمات الجميدة يا بعد روح والبيات الرائعة هل تشو هتكبر والله ما اغر يا حمود شوفي لانا انا منشفتك نعم منلتقي انت بهذا العلاق والجماعة والروح اتعلم منك شاهد الله ورسولي انت محمد امراتي من اكتب الشعرة واكتب القصيدة القصيدة الوطنية والعاطفية والوجدانية شوفوا احنا الحلوة بجينة واحد ما يشبه الثاني نعم ويعني من تسمع محمد ما يشبه رفعت احجار كريمة ومن تسمع رفعت ما تسمع علي نجيم صباح كذلك كل الوذي الباقين فمن تشوف منجزهم حركك تروح تكتب قصيدة بس قصيدة ما تشبه مالاتهم قصيدة تشبه مالتك انت حسد حسد استاذ علي حالي اغلب محبين الشعر الشعبي نعم نقبوك بخليفة سمير صبيح شرف شبير سمير صبيح كان الى رأي اخر او مطابق للكلام اللي قاله نعم لا هو رحمة الله علي سمير سمير صبيح الشاعر الكبير الاستاذ صلى الله عليه وحب رحمة الله سمير صبيح رحمة الله علي من سئله مجموعة من الشعراء قالوا لا استاذ سمير انت وين تشوف روحك يعني هذا الاجابة مو معناها ينفل شعراء الباقي اكيد قال لتشوف روحك وين قال لما شوف روحك على المتشر ره وهذه المسؤولية تستحق مسؤولية كبيرة طبعا سمير صبيح انتقد هاي المسؤولية الله يحفظك ف يعني هاي اذا كان عندك مسؤولية اضافت مسؤولية الى مسؤولياتك اللي انت بيه راح تبدأ تراقب نفسك وتبدأ تراقب كتاباتك وتبدأ تعتنب الشي اللي تكتبه لان من يطلق عليك هيكي لقب وهيكي بحجم سمير صبيح فهاي شي كبير كل شيء على المتشر يعني نحنا تعودنا نعم على المتشر يكون اترف ما بينا يعني القطع البيضاء اللي بينا على المتشر الله يحفظك أنا منيلك هاي الحدة اللي قدرت بيوم من اليوم تكتب قصيدة حادة أنا تعودت انت أترف واحد بينا أنا تعودت وجيل كلها تعودت هي شوف اول بداية كتاباتك انت من تكتب انت باول سنتين ثلاثة مستحيل لك شاعر باول سنتين ثلاثة يقدر يخط لخط او يقدر يكتب اشياء خاصة بي شوف سبحان الله بكتابة الشعر وانت سيد العارفين صحيح من تعبر الخمس سنوات يبدأ خطك الحقيقي وتبدأ كتاباتك اللي خاصة بمحمد رشيد يعني هنا عامل الحرفة الحرفة والموهبة والبيئة وإحساسك طبعا إحساسك أكيد البيئة احنا نتاج كل ما عشنا نعم يعني نتاج كل ما عشنا وكل ما مرينا بي بيتك بيتك و الكلام اللي يدور بعائلتك تعرف احنا ناس جنوبيين احنا المفردات مو دخيلة من نكتبه هي مولا تهنى لكن يعني بس كسابق عمرك تقول أقول لكي نعم نعم صحيح السستان علي يعني أرفض هاي انه كلمة نشاعر بيئتي نعم انه الشاعر بيئتي من حيث المفردة اي أنا اليوم انه ما عجب من القصيدة اللي تخلو من المفردة المعقدة نعم اليوم ما أنا متلقي أنا ما مجبرة روح أدور اللي مترجم أشوف هاي المفردة شنو ليش ما أكتب القصيدة السلسة والسهلة اللي توصل لمتلقب سهولة ليش أكتب المفردة المعقدة وانا حتى ذا ريد اذا أتريد تكتب البيتك بقى ببيتك نعم انت جاي يصدر قصيدتك لكل الناس جاي يسمعك الشرقي والغربي وجاي يسمعك بالشمال فانت لازم تخاطب الكل بكتابتك شوف يومنا الايام احنا العفو أستاذ على قاطعك لا يعني احنا شعاراء وش قد عانينا يلا عرفنا المعريف على سؤالك هو هذا السؤالة اللي أردسوا لبي اجيه الشاعر الكبير عريان سيد خلف رحمة الله علي نهر العراق الثالث قالوا لأستاذ عريان ناس متفهم اللغة اللي جاي تكتبين اي قالهم مو مشكلتهم مو مشكلتهم مشكلتهم انا عريان سيد خلف نعم انا اريد الناس تدور على المفردة الخاطرة تتعلم محمد ايها اللي ترى معريف بيه ثقافة عالية وهي عريان مجال هواي اشياء انا مجال يعني ضربت لك مثل نعم نعم يعني انا اذكر انه كان مهرجان الشعراء العرب اللي صار بالعراق نعم اللي اشرفت عليها جمعية شعراء الشعبية تحياتنا لهم ورأسة جبار فرحان فكان المايك بيدي والكاميرا فالتقيت بشاعر يمني جين ف قلت لأ من عجبك من الشعراء الموجودين داخل المحفل العراقيين حاصر زين قال عريان السيد خلف اخد فاجئت يعني قلت لأنا يا سواء انا كعراقي وانا ابن الجنوب ابن نفس المحافظة اللي من هالكبير عريان السيد خلف نهرها نعم نهرها عريان السيد خلف زين فقلت لأ احيانا احتاج الى مترجم لفهم بعض المفردات نعم اجابتها شنو يقل لأ انا ما حبيت القصيدة اللي قاها اكو شي بصوتها جبرني انا احبها فعلا يا اكو موسيقى موسيقى خاصة خير الايقاع وموسيقى الجنوبة موسيقى كأنما انت مشغلة خلفية موسيقية من يقرأ اكو نبرة خاصة بيه نبرة الشاعر عريان السيد خلف لو كانت القصيدة سلسة زين محمد رشيد هاي اللحظة هاي اللي احنا بيه المن مشتاق انا كثير من اصدقاء واحد من الاحياء يعني هاي اشتاقلة عجي يعلي على الرشة من الاموات شت قل لها من الاموات عجي رشة شت قل لها السلو اشوفو على مشتاقلة شن اللي الحتش اللي يسول يعني اريد اطلع من هذا الموت رجال يعني شت قل لها ما عوفك علاوه قدامك وعلاوه احنا عرفنا ببيتك شنو تقل لي عتب نصيحة تاقتها من عدة سالفة بحياتها ما سولة في تهوياء وبقتب داخلك شن اللي محمد رشيد يسول فيه على الرشم هاي اللحظة يعني افتقادي على الرشم كبير على الرشم كان همزة الوصل اللي تجمعنا باصدقائي زين الضحكة الفاكهة ملحة جلسة كان رفيقي يعني اطلع بساعات متأخرة من الليل مني تذكرت نعم فمن علي حل حشيته فراغ جبيض مزين يعني ما حد قدر يستفراغ من اصدقائي يا رأي تحل تقادر هذا الموضوع خليده نعيش بالاحياء خلينا بالاحياء مني مشتاقني بالاحياء بالاحياء مشتاق الرفعة صاليوان ما شايف ايه والله فترة طويلة صاليوان ما شايف طلبان صار عندي مولود يعني صار مولود قبل بيوم ايه قبل بيوم ايه بيوم ايه بيوم صار عندي ذهب صار عندي وهب وذهب وتستاهل اجمل جوهرتين بالحياة مثل ما انت عايش هاي تجربة صاليوان نعم طبعا الابوة بشي كبير يا محمد بس عايشتنا بجواء الابوة قمنا نحني لابا انا اكثر وانا شفت قصيدة عندك قلت له ابنك صار ابو مو دخول مالتها بس الدخول قلت له ابنك صار ابو هاي صورة والدي معلقة بالاستقبال تعرف الجهال مني يبدون يكبرون يسئلون فما اعرف فالدي قال بابو هذا منه اللي بالصورة قلت له هذا بابو ابوي عردق الرب لقلت له شون هسان ابوك هذا ابوي فسولفت وي الصورة قلت له ابنك صار ابو وحسيت بي كهوان ايش قديم من تمانيتك نربيهم سوانا وياك ليش تمكاليتك خاتيتك تغطيني وانا بتراب غطيتك تسع سنين نايم بالمقابل صار يمت ترجع البيتك ويمت تدق علينا الباب واطفال يطلعوا لك امر على الباب تانيتك النواين غشته وطب الدغش بالناس وبس انت القطن مخلوق مني وبس انت اللي مخضر فيها على الصحة الشم السود علي يصيد الله 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 قصيدة طويلة يا محمد اليوم انا اذكرها ذاك الوجه المتعوب وجه التراب الجميل رحم الله ابو عقيد الله يحبك نحن نعيش علاقة جميلة جدا من نجيك ونحاول نتركك ونسولفو اياه اي صديقكم فعلا والله الحمدلله على كل حال نطلع من هذا المود يعني نحاول نغادر هذا المود هو شو القضية مو بيدك نحن هذا العام كان الثمن غالي نعم سهيل ابو كاظم رحمة الله علي علف ريداوي سهيل الدبي سمير صبي علف ريداوي جبار رشي جبار رشي عباس النامي كاظم عبد علي كاظم عبد علي رقب كبير نعم وين 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 اللي روحك بي وين الروحك بي يعني غادر على هاي الاسماء من وصلك خبرهم شنو كان رتفالك شنو يعني التشلونة يعني انا اخر اخر وفاهية كانت الكبير سمير صبيح طب الله سمير صدمة والله العظيم بتلاثب الليل خابروني خابرني الحبيب كريم دخيل حسبالي الشاق قوي قال تاوين بالكوت؟ قلت لعمان عده لي قال لا مو الناس كلها بالكوت تشكوا قال والله سمير صبيح توف انا لا دهشني بالموضوع انو شنو انا اول واحد عرفاني الشرطة اللي بالله يتصل بي من الكوت اللي بمسيش بالكوت طار بهو لا بالحادث قال اريد رقم واحد من العالي سمير صبيح سمير توف كارته سدية التلفون بس كتبته شعر الشعب في ذمة الله الحمد والله محمد حتى نغادر نغادر هذا الحزن طلع فاصل فاصل والله فاصل المشاهدين الكرام من بعد راجع موسيقى 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 حياكم الله مشاهدين الكرام ورجعنا اياكم من جديد وانت الضيف لنا احنا كنا ضيوف ضيوف اليوم احنا ضيوف هاي القناة الأم اللي انطلقنا يمكن كانت انطلاقتنا من هاي القناة لا ما بعد بداياتنا هي يعني بعد ما طلعنا بس بها برامج خدمتني يعني برامج نقلتنا للضفة الأخرى فعلا فعلا ما ننكر هذا شيء من الأستاذة وبحسنين وبحسن تحياتنا الله مدح اي نعم احنا بعد ما طلعنا بالتلفزيون وباغلب المهرجانات من وصلة اسمانة بدأبو حسنين يوجهن الدعوات لكن يعتبر صاحب فضل احنا كنا اكثر من حلقة ضيوف نعم يكل شهوي الفرات يعني احنا بصراحة نشوف راحتنا بيه حتى اذكر بدا واحد حتش عانينا بمنشوق يعني هي للطرفة ايه ثاني يوم عرفة وقال اكيد قال العشر المبشرين بالعلام ايه قال باشر العشر المبشرين بالعلام حمد الرشيد عالم طشهر على النجم على الخلاف وظل يعد بالاسماء وقال وقل لكم راح يتعلون بالفرات والعراق والمساء اي نعم نحن تشلنا يعني اللوق ومع القناة فعلا ايه يعني وصلت مرة على ان يقولون انتم مثلي كليس طلعون بس بالأيد وقنوات ها ايه حمودة حتى ما ياخذنا الحديث ايه صراحة احنا لاحظناك باغلب المسابقات اللي يصير شفناك بلجنة التحكيم هذا الشي يعني استحقاقك ام تفرض نفسك تكون باللجنة التحكيمية لا يعني كمحمد رشيد يدعونا له شون انت استاذ علي قريبا من انا اعرف هاي الاجابة قريبا من الوسط بس للمشاهدين ماك واحد يفرض نفسه بلجنة نعم تفرض نفسك بابداعك وطريقة حوارك وبلغة حوارك ويعني هو ش يحتاج للجنة ان يكون عندك لغة حوار عالية يكون عندك كاريزمة نعم عندك خبرة بلا وزان نزين عندك خلفية ثقافية سعفك ان تقدم اكثر من ثلاثين حلقة يعني هاي السنة انا كنت لجنب بالبغدادية نعم طيلة ايام رمضان موفقين ومسابقة قناديل في زمن العتمة نعم اللي اشرف عليها الاعلام العسكري نعم ومسابقة ايضا مسابقة الجيل انا واستاذ علي وتحسين علي علي النجم وتحسين علي نعم يعني استاذ علي احنا لليوم احنا عدنا نتاج نحاول نوصله للناس لكن اللي جاي يسير الخلل وين وين جاي ما قوي يد تنقل الشعراء الشباب الى الضفة الاخرى احنا اطوعنا ويقلت الشعراء الشباب من مكان احنا اليوم نحتاجين ان نوصل نتاجنا علي احنا مبداك العمر يسمحنا ان نصنع جيل احنا اليوم مثل النبتة نحتاج مناخ واجواه وسقل بس هاي جاي نفرط بيها واحنا جاي نقدمها للشعراء الشباب انت اللجنة التحكيمية ما تحسها تاخذ من موهبة محمد رشيد له لا بالعكس اضيف له تاخذ بالعكس اضيف لك شون اضيف هاي التجربة الكبيرة احتكاك علي الشاعر لازم يتعلم يتعلم من كل الاجيال حتى يعني اصغر شاعر يتعلم منه حتى الاخطاء انت تستفاد منها انت تتعلم منه فهذا احتكاك وشون ما يفيدك تسمع اكثر ثلاث عشر قصائد يومية هاي ما تخدمك انت كشاعر طبعا هذا احتكاك استعد عالي ويخلي عندك يصير نتاج الخزين يولد جيل جيل رائع جدا يعني انا كنت حاد وياه مقاسي جدا في احد اللقاءات قلت انه جيل ما لا ملامح على العكس يعني ثبتولي بالمسابقة انه جيل يستحق اي جيل هذا جيل الجديد لجيل الجديد الجيل الجبعات شكال عمرا يعني عمرا الشعر سنة و سنتين يعني فاجئوني بكتابات ادهشتني علي من اللي يعجبك بهم يعني اللي حبيته بامانه شاعر اسمه احمد العزاول فاز عنده بالمسابقة الاخيرة الاول نعم وشاعر حسام سعيد زين محمد هي اكو فقرة فقرة تنطيك مفردة وتنطينه اجابة تملي المفردة الواحدة بس هي اول اسم راح ابديه ما اعتقد يكفيه قصائد الشعر الشعبي مون قصيدة ام ثائر امو محمد رشيد الله ام ثائر الحبيبة الطيبة اللي ام وش تعني لك يقول اش حتيت اليوسف مخاب البير وعلك زندتش بصدره الهسه مجدود الله الصعب علي بعد وراها بعد اللي ام يعني شلون شلون هاي مال السواد تقول عباتش خلق عند هاي نوم الليل الترافة البيتش منعد غار الوروط انا ما بين هاي وهاي محتار النارش اعنده بين هدوم وش السواد شير اجمال جيد وجيد متعوب الخضارة بعين همين شاب طاروت الله 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 انتنا نطلع من المود لان يه كلمة وبيت لا ايه لأم ما تكفيها البيت انت تحس تكفي ام تار بيت لا 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 امك تكفيها ببيت دواوين دواوين انت مقصر بحق والدك محمد لا راضي عليك ايه راضي عليك شكسبير عوفنا من شكسبير يقول اجمل اجمل كتاب قرأته وفي حياتي شكسبير ما ما نحتاجه حاليا احنا قاعد نسوله في حظرات اليوم انت تريد ترجعنا المودة المترعة ما رجعك انت امك راضي عليك ايه راضي عليك شون عرفوتي راضي عليك راضي عليك راضي عليك بدعاه وراضي عليك بمهوية اشياجة يشوف زين محمد المفرد الرابع انا ما خليته هسر دا سولف لك بيه محمد غانم رحمة الله علي الله ايه شون غانم محمد تم قصره بحق غانم لا ما قصر كتبت ليه ايه كتبت له كتبت له ام دولك دوله غله هدومك على الباب حتى تخييلك موجود زين وقلهم قلبه ما يطيه بس يسمعوني يليعون ما نسولفه بغانم رشيد انت اخوك هذا الشهيد اللي اللي يقدم انا فخور بي جدا ايه ما شفت محمد رشيد بقنوات قال انا عند الشهيد وافتخر ايه فخور بي جدا فخور بي بين اصدقائي مشتاق ليه بينك ما بين الله ايه اكيد اشتياق الى كبير وحنوال علاق الوحشة مالت موجودة بالبيت تشوفها مكانها خالي لا لا مارتعك انا هذا اخوك وحق هذا حق عليك يعني انا دائما اكون حريص نعم على دمعتي باللقاء بش هذا غانم رشيد ها اخ محمد رشيد اكيد والله انا فخور بي جدا زين انا سنتقلت عندك اخ شي فخور بي جدا زين فخور ان يكون لهيك اخ مم ما مشتاقلة ذاك الاشتياق محمد لا مشتاقلة ما اشوف الاشتياق بعيون مشتاقلة عاد والله والله مشتاقلة زين الصفنة شنو وضحها عندك اه الترسة الصفنة وسافرت الترسة والبيت عيال والله ايه هاي منو اللي مسافر ايه موجودة هاي لو من خيال الشاعر لا موجودة خسارة شبيرة وعايفتك ورايحة واحدة الخسارات حوب زوجة صديقة لا انت تعرف بالعكس ترسو البيت عيالها منو خلفتها حيات الزوجية من غير محمد رشيد ايه مخافتة اسع الموهب لا بالعكس هاا تفهمة وتعرف اه انو الماضة ما لقيبة احيانا الماضة ما يكون لقيبة بسانة شفت عيونة غورقة منذكرتها هذا البيت ايه هذا البيت تاخذ من المناخذ كبيرة اه مشتاقلة شعادة كبيرة شاء موهب لهم كبير اليوم خليش الدهزام لا بالعكس يعني مهب عش ذهبي جميل جدا زين بس يتشي قصائد محمد موزع للعلاقة الزوجي لا يتعرف علاقتي بيها ومعستي بيها وهي مولادي يعني الله يحفظه مو يحفظه والجندي شنا وضعا زين شعارك على الدنيا فتخر كوش الفضلك نضمع للشوارع عشك ايه استاذ علي جاك الدو زين خب امتك يعني انا ادهم دائما اكون حريص على دمعتك لان اعتبر الدمعة للرجل احيانا تكون ضعف لا بالعكس يعني احتاج البكابس انا ما اشوف احاول الدمعات الدمعة هي شنو وضحها هي تهون الانفجار اللي بداخلك انت دمات بجتموت بس دمعة عزيز احنا دم ولا حمياء حمالك دمعة غالية دمعة غالية بس توقع على العزيز الطيح ايه اذا ما بتشت شلون اذا ما بتشت سعدون قاس ايه اذا ما بتشت ما سميه هنا عيون وانا متعودين على البكاء اكو بيت استوقفني لحد الشعراء يعني بيت من الاحبن يقول هي ترايد لقبر وابتش علي حتى لو يطلع قبر كالتالبون الله 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 احنا انا نحتاج الدمعة بس نكون بها حريصين عليها في الاعلام مراتي يا محمد تعرف العزيز وقلت لك عينك ما دم عليها بعد شلك بعينك احنا انا رح اطيك بيت من ابياتك القديمة ما قل لك المفردة ونتكمل البيت اللي حابة انا البيت الحبيب على المطشرة يقول يقول ملحة هل ثوانة ما وقف وياك بملحكم سميه سامع كل شي غزار كل شي وقفته الملح اش قلته بقصيدة قلت للملح حمل واخذ بلاش الملح كل شي رخيص الملح حمل واخذ بس لو وقف الزاد حلفانك تصيره وداعت الغالي الله والرثاء الرثاء علي منه هو كتبت رثاء يعني محن يستحق الرثاء والله هو كتبت يعني كتبت الجبار رشيد كتبت السمير صبيع كتبت الأبوي كتبت الأصدقائي السمير بيت من قصيدة السمير صبيع رحمة الله عليه وراح زعلان علي قلت لأبو يا عذر ونوليك وعرفك الله من تزاعل ويا لله كتبت رب الله أظم يا خالي وحذ الزعلان ينزع وش هذا من يعتق المرض الله الله أخي البشر مثل الخشب البشر مثل الخشب كل منوح أضيعيش لو شي متحرقين شمر لوم ممر ساحة الريد بسمك بالمدينة الصير أخي ربيش منك ساحة موفرة رح رح يحد الصيد وحدك ما خذت نوعيك أنا موتت وياك تكبر بس سر دفته شادرك لوم عور ما رقدت الناس شادرك لوم عور نسينا وداعتك بس ما نسيناك يغنم بيها ومد شعر عراق ما در شنو اسمي منطيها إلا نسينا وداعتك بس ما نسيناك حتى الدمع باقانا وشوياك لطينا النوار والدمع سال ما منظهر تشفوك وغصب ما شاك كنت تتغطى جواب ونشويك شهر سوياك على الأصدقاء الأصدقاء بعدها نعرج على سرقة الأبيات أنا أحب أسأل فياكم هذا الموضوع الأصدقاء قلت قلت تداع المصلحة صحبتكم وياي نفضه كل من يروح على حال قلت وردة وشمهم من يجي تراب اش مدرين طلعتوا بشفوا فالب الحاسب ومفاتحت معازيف الله يرحمه ما قلت الجهار الله الله قصيدة طبعا طويلة يا أحمد من الشعران مبدين والثانية العلو الزقاء حسبتك صاحب وقلت منطيح يطيح هي حيرة يا أحمد هي حيرة مصيدة أستاذ علي موضوع السرقة أنت قلت تعرجت أنه قصيدة بيد غنة أي والله يعني هسا نحن نشوف شعراء أموات قصيدة كاملة والله شعراء أموات قصائدهم تغنى يعني هما أموات بس تدري ليش تستاذ علي بالمناسبة أبوها بس أقاطع كان الله شاهد هذا الموضوع ما حدش بي هاي الأول مرة سولف يعني من تسمع قصيدتك يغنيه واحد أنا بعيد عن نص الغنى أتذر أنا ما أكتب عرف وبعد عن هاي بس دعبوا ليه قال شوفها المقطع هاي قصيدتك عمي أتا يش ما تكتب الغنية عمي حرام من باب الحرمة ما نكتب الغنية يعني من باب إنه سيئة جارية طبعا طبعا شون نكتب الغنية أنا شفت كثير من الشعراء يعني من الأسماء الكبيرة نعم اللي استوقفتني نعم الحبيب الطيب الحاج جواد الحمراني أنا هاي قصيدة لها بخابرون عليها يقول إنه ما مبرد ذمه يسمع قصادة قديمة زينة شون يعني هي مصيبة هي صارت صدقة صدقة مثل ما أكو عدي قصيدة نعم صورها بالموبايل أنا صورها قاعدة بحديقة وأصور بيها حب نشبيك هي الدنيا مقضية والله استاهلك وأنا نحبش بيها إذا عالشكل تسأل أي صدق متعوب وهذا الشيء من عدك طلع بي هذا جمال متعوب شم سوين بيها الحلق هذا يمكن تسع مطربين يغنونها هاي ذاتي حبيبي هذا احنا تعلمنا وعينا انه الشاعر ملق غيره طبعا بس مو بها أبياتك مو ملكك يعني انت شنو جاي تحاسب على مدد أجور يعني على المدد حقوقها لا يا بو يا لا احنا بعيدين عن هذه الأشياء إذن انت ملق غيرك انت تدري محمد 2006-2007 تعرف الفرص اللي اجتنا أنا يوك تدري نعم وما تقربنا لها بس تسأل علي انت ملق غيرك تبقى الشاعر ملق غيره وما اروح اكتب اغنية هس اخوتنا المنشدين اعماله اهمة افتخر بي نعم احمد الساعدي وعلي الدلف ولؤيل بودادي ومحمد الحلفي نعم والله اشياء افتخر بي يعني من اشغلها بتليفو انا انا مرتاح ذاكر بيها للبيت وبالمناسبة سؤال سؤال انا محبوب يا حسين انا احمد من الاصوات اللي احبها احمد وعلي محمد الصادق محمد الحلفي ولؤي البغدادي محمد الحلفي يعني تحسين البغدادي هاي اسمها هاي انا احبها الله يشهد باوع بس يا استاذ علي احنا ليش نلبس دائما نلبس الاشياء لباس غير لباسها الحقيقة لا اذا ما يبقى طابع دين مطرب مبطن لا بالعكس انت ما جاء تسمع اللقاع اصادي انا مستحيل القصيدة اكتبه بيقاعد طيني نص قصيد موجودات تسكنك لك وطلعك اصدت عندك الفرق بالاسم لا بالعكس لو الفرق باللحل لو الفرق بالأداء حتى اللحن اللي على القديم تذكر عمال عامر وعلي اي اللحن على القديم قصادة اكتبن بهذا الطابع هاي من شانة الاشياء كلها تحسها حقيقية نعم خواه ما روح اكتب الاغنية وتنسمع الدلقاص وداني بس الاغنية النجومية انت تكتبها لا انا ما اكتبها انا عن نفس اترفع عن كتابتها بس هي الاغنية النجومية تطرق الابواب وتدخل كل البيوت بدون اذن سابقا الناس وعت بالفترة يعني حالية يعني الناس وعت انا هم ما اقول لك انا قديس وما اسمع بس انا اسمع الاغنية اللي كانت تشارك اهلنا بتربيتنا مثلا اغاني السبعينية والثمانينية هاي الاغاني اللي كتبوها ولا الشعراء اللي كنا نحك عنهم كاذا مسمع القاطع عريان سيد خلف ومضفر النواب زامل سعيد فتاح هاي الابيات شاركت اهلنا بتربيتنا ربتنا صح علمتنا تكون اختياراتنا صح من اصدقاء من حبيب حتى من الكاريزما وغيرها انت على ذكر كاذا نسمع القاطع لازم احنا نذكر كاذا نسمع القاطع طبعا هاي الاجيال اللي سبقتنا اجضافة الناس لاجينا لقينا زعلان بس يا زعل لما انترد للصدق قبل الابناد اجي وشلون جي اجي اركض ركض محترق يلذتك بريت زعلان بس يا زعل لما انترد للصدق قبل الابناد اجي وشلون جي اجي اركض ركض محترق يلذتك بريت وين القمت لك هاولاك والله اختنق ولوما وكتنا صحب ما كان ابت مفترق شمتانا نوم النخل نوم النجين السعف بالريح يوقع عذق بالجربت وشفت شفت العطش له هجم أو الضحية العرض ويامنه مقدر علي غيره فصاله صعب جنده بخيط وشيك ضميت دية وردت على الباب بالروحة ديك وقالوا لعلمه تدق كل يوم مشى الحالة ديك واح السكن بالغرب واح السكن بالشرب لازم نعرج على كل الزين تدري ونسكت يقول له الله حتى عليك وأدري أدري أن تنجم وأدري النهار باتر ليل باتر لازم عقدتك بظلام وجايها السبنون المنجل واعدك يزرع لك يربس حصاد تخذ طبعا ما تدق باب الغير ما تدعى للمطرف بسوء الله شوف الشعر شوف الشعر الحقيقي والمفردات البيضاء ماكو بيات يخدش الحياة ماكو بيات ينشز يعني هسه تجيب واحد يعني هذا لحن هذا إيقاع هذا استرسال كبير شوف السلاسل شون ترابط شون أستاذ علي أنا أشوف أنه كان الشارع مثقف بذاك الزمن أنه يفرض عن المنتج يقدم كل ما هو إيجابي يعني مع العلم نحن أنه ما قدمنا شيئا سلبية بس أحتي لقضية حمودي وموتة سمير صبيح صارت عطاها في الشعرية طبعا الشعر أحس رجع طبعا ناس وعت لأن ليش تدري تاني لا يسمع سمير صبيح بعد وفاة سمير صبيح دور عليه باليوتيوب ولقاه وسمعه وعرف الشعر لماذا كان سمير صبيح ما معروف وما أحتاج السماع الميعرف قلت لك هم ناس لا تعرف سمير صبيح لا شوف شعر الشعبي شعر الشعب أربع ركاز أوصل لك الفكرة نظفر كاظم عريان سمير نعم بس أوصل لك الفكرة أكو ناس عوال البغدادية أغلبها ما تعرف سمير صبيح شافت هاي الضجة الإعلامية اللي صار سمير صبيح سمير صبيح دوروا باليوتيوب لقوه سمعوه سمعوه قالوا هذا الشعر ما سامعنا شعر جديد وهذا الشعر الحقيقي نعم هو الشعر سمير صبيح نحن جاينا ستستاذ علي أنه جاينا نحكي عن نتاج الإيجابي نعم أنت كعلم طشر رأيك بالمشهد الشعري اليوم الشعراء الشباب نعم تشوفهم حذو حذو الأجيال سبقتهم نعم يعني هم مرة يتخافوا أحكي وأقول سقراطي يقول أنا بنيت ومجد على الأجيال سبقتني وما عجبك هذا الحش يعني يعني استاذ علي إحنا لوما الأجيال سبقتنا إحنا ما قدرنا نقدم شي فعلا إحنا جينا يمكن نجوز نرجع نلقاها بعد الشعر على المربعات القديمة وجلب نا كليل بس نظفر النواب وكاذم إسماعي القاطع عريان السيد خلف هاي الأسماء الكبيرة نعم نعم يجينا لقينا الأساس موجود طبعا فإحنا بدينا شنو بدينا بس على هذا الأساس نبني نبني فعلا مو قلت لك قلي مسؤوليتكم كبيرة قال أنتم نطفون مسامع المتلقي متلقة على شيء موحلو جنع إحنا ليش نحفظ هواي الغير بيسمع لأن إحنا ما سمعنا شيء موحلو نعم سلقرناه كله حلو صح الموحلو ما ينحفظ يعني شفت تصريح بحد اللقاءات للحبيب المبدع الكبير جدا القريب إلى روحي ميثان فالح أبو عبد الله أنا أول مرة أقول ميثان فالح دائما أقول أستاذ ميثان فالح لأن إحنا جيل إضافة لهاي تحسب إحنا جيل مؤدب جدا أنا بيان وبيان ميثان فالح ثلاث سنوات إذا تحسب وإنت كذلك معكس التربية تبيتك ثلاث سنوات لليوم أنا ما أقدر أقل بإسمه أو ما أقدر أقل أبو عبد الله هاي يدل على شلو محمد يدل على التربية الصحية تربية الشعرية الحقيقية إي فشفت اللقاء أستاذ ميثان يقول إنه أنت جيلكم بيض وجه الشعر بيض وجه الشعر بثقافته بحضوره بناقتكم يعني قلت له هي الأناقة هم ما تعسب شي يعني محمد إحنا هو أي سوال أفنا تدري والمشاهد يريد اسمع وان ريد اسمع وسمعنا شي من اختيارك يا أبو من اختياري والحلم شبتك الروح منوى لصباي خلص مندق نصوره على الحياطين الله الله حلم شبتك الروح منوى لصباي خلص مندق نصوره على الحياطين الغثتني النهاية الغير والدوق رحت ما قلت هذا يموت بعدين خذوك الغير يغرأ ويتني الموت وهلا هلهم خذت دور السيشاتش الله الله ابظل عهدك خذوك الغير يا ما ويتني الموت بتعزف على خلاته عدوه ابظل عهد لك كل طعنة من الافراد الله بلحظة وقعدت بوجه يا عيني البعد وياك يبدو منوى لأيان البيهن شافتك يلماخذ العين ترافت ورد عندك والهوى غار منك هالقساوى انضامها من نير ما تحطنا على بالك زين حطنا على النار الله وقل للروح والله لوين تردين حال شبهك حال الشال بغربته وياهو قل لك صاحبك زين حال شبهك حال الشال تناس بغربته وياهو قل لك صاحبك زين وبعد السمت خير قل لك وياك الله رغم بعد المسافة تشان شبرين لهستسرارك تعاطف بالعيون يا عيني يا الماضام حشمات حرفين دفنت أسرارك ضمن الشام تشبيت وانا ما سولفتي يا ناس ميتين يا عيني وانا ما سولفتي يا ناس ميتين حمد اي عدك فراقياتي حمود شن هاي جاي عن فراغ عاطفي لا بالعكس يعني لو قصيدة للشعر احنا قبل شوان أستاذ علي قلت لك قلت لك احنا نتاج كن ما عشناه نعم وهنا يكيد نتاج ما عشناه فحتى لا نطلع من هذا خوش البارت نسبة عشي استعمال راجع بس رجعت تتموت المنشار الله قصيدة كل شي حال راجع بس رجعت تتموت المنشار الرمح لو ما يرد بالحرب ما يكتل راجع بس رجعت تتموت المنشار الرمح لو ما يرد بالحرب ما يكتل بي الصوت ساويت القطن بالصوف الرماد ويلقطن مني خبط يعزل الله راجع بس رجعت تتموت المنشار الرمح لو ما يرد بالحرب ما يكتل بي الصوت ساويت القطن بالصوف الرماد ويلكحل مني الخبط يعزل قالوا نازل وقدت لهم الشلال بيميزة يعل الماء من ينزل وهزر روسهم من نعتنية الخيل وحتى المفرس من جير والتصف الماخان قرسنها من ظهرها يطيح ومن ندغير بيها طراتها يفشل أنا من النهر حائك تشم وبصاط وخيم معداننا من الماء قم تغزل أنا من النهر حائك تشم وبصاط وخيم معداننا من الماء قم تغزل اندك بابه وعرفت المنجلة على الباب صحتهلا في تحت الباب الابسنبل اندك بابه وعرفت المنجلة على الباب صحتهلا في تحت الباب الابسنبل قضى عمر النهر يمشي على متن الطين بنص خاصر تتاحق مننا ما يجفل أعلى جثف جبال ومشي چن علم بعزازه وغير متون من حبة رمل تهدر أعلى تتف جبال ومشي وشن علم بعزاز وغير متون من حبة رمل تحت تهزل تحويهن سهل ننشد قل الزرعات والفلاح شابع بيهن تعليل الله أكبر الله نشيط ولو انت سورح خيال القاع ترجف والتراب الطائر يعزل اللي يمشعوج عجيبة بهلوة كثيرتا ويشبع دكتر البسمار من يعدل الرديو قع قبل لا تنزل اللي يمشعوج عجيبة بهلوة كثيرتا ويشبع دكتر البسمار من يعدل الرديو قع قبل لا تنزل الغربيل هي سمتة من طارس شباش تجفوه الله يا حبيب حمود العالم الله يحظك الله يسلم أبيات جميلة يعني الحقيقة حافز ذلكتابة الحمد لله علي تفكر تكون مشروع مدرسة في يوم من الأيام أنا نفكر يعني التفكير أكيد يعني كل شاعر كل شاعر من عندنا طموح ويفكر أن يكون في يوم من الأيام لشيء كبير لا هو الطريق ما تعرف مين ماخذك بس ما المدرسة شي ما بالأحلام ما يصير يش صعب نتاجك رائع حضورك رائع الله يحظك أكيد مو شي مهم المدرسة أو شي بعيد عليك وشن المدرسة الشعرية مدرسة تكون عندها أدوات تقلتها الناس اللي موجودة أو طريقة ونفس أنا أول واحد أقلتك أستاذا فا ادواروح لك أنا أول واحد أقلتك طريقة كتاب أنا أتعلمت من عندك يا حمودي حمودي أردسي لك سؤال ومن بعدين أخذ الختام والوقت ماذا شون خلص والأكيد الوقت مو ما يطول دائما هو اللحظات الجميلة دائما مطولة أبو أبو وهب سبب قربك من عريانة سيد خلف شون صارت علاقتك بي الله حتى المشاهد يعرف أكثر يعني شون التقيت بي شون صارت العلاقة شون بدي حبك هذا السؤال من هذا القناة أنا شنضيفه بهذا الستوديو بهذا الستوديو حصرا نعم بالفرات كنا الضيف يا أبو حسنين أنت كنت يا ضيف كانت حلقة عيد فبعد لحظات انطلعنا اتصل بي الأستاذ أبو حسنين لنص العبارة أحيلك إياها بدون أن نترفع بدون أن نرفع وننصب أقال قال أنت أمك دعيت لك قلت لليش أستاذ هو اتصل بيك هاتفيا شون شعورك من جارك تليفون قال عريانة السيد خلف يريد رغمك قلت له جزاوب عن سيد خلف يعني أنا بيوم من أيام أن والدي كان حي الله يرح الله فعنده ديوان السيد عريانة قلت لنطين يا أقرب يش أنت صغير فقال لي هذا فوق مخيلتك فاتمنيت موجودة بهذه اللحظة حتى يشوف هاي الأجواء مهم فأنا جاي أتصل بيه رقم عراقه فالله يشهد قال له قاعدت على الرصيف ما عرفه ما عرفه بس قال لي صوته جهور ومعروف قال عريانة السيد خلف قلت له تقدر تحت شوي قال لي قلت له لا استوعبتها من تصل بيه الله يش ها استعاد علي يعني قبل يوم ديوانة جوه إيدي وافتر بيه قال انت شاعر ومبدع قال باكرا انتظرك بالجريدة تجيب قصادك طلب منه قصادي النشرة بأكثر من جريدة نعم واضح موجودة لليوم قصادي يعني محتفظ بهاي الجرائد اني شري بيها استعاد عريان قلت لك دافع كبير ورافد اضاف لهذا الاتصال فالذان يوم اللقاء طلعنا عنه ياسوية طبعا ومتفضل طبعا انه واحد بحجم عريانة السيد خلف الشعر الشعب العراق بيكمل طبعا أنا كنت ضيفه قايمت حسب إلي الله يوفقك والوقت انتهي يا حماده شكرا لكل مشاهدي قناة الفرات الفضائية وشكرا لكل هذا الكادر اللي وقف طيل هذا الوقت تصورنا وتحمنا جنود المجهولين وتعبنا من مخرج ومن مصطفى الماكير ومن جنوب طالب السوداني ومن مصورين ومن أضايا ومن عند السرات ومن المخرج الطيب الجميل اللي كلش حلوة تمنى المشاهدين نشوفون صورته العين الحارة باردة كأنه أوروبي ومن ناس اللي شرفت على الصوت وعلى إضاءة واحنا اليوم ضيوف وبرنامج الضيف يا حمودي وعف الختام يمك شكرا لهم اللي يتاحون الفرصة أن أكون آن وياك بحلقة وحدة شرف كبير حبيب حمودي العزيز سعيد جدا ونتمنى أن كنا خفي في الظل عليكم نعم وساعة طيبة عليكم شكرا لكم يا حبيب في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة